في التخطيط لتغيير ما كان في اذهان الشارع العراقي معجز ان يكون يقود رئيس جهاز الامن الوطني حميد الشطر حرب القضايا على المخدرات على مبدأ لا للمستحيل سيما ان خطوة البداية التي جاءت من محافظة النجف تعد شرارة التغيير الواقع الذي يكشف عن ملفات الجريمة المنظمة والمخدرات في المدينة التي تعد من اهم مدن العراق لاهميتها السياحية الدينية وموقعها الجغرافي المتميز الشطر تحدث من داخل النجف بعين جهاز الامن الوطني المناقب للتطورات والذي يعمل على ايجاد العلاج الجذري لمشكلات كبيرة سيما الملف الامني لدينا خطط كاملة لمواجهة هذه التحديات بالتنسيق مع الادارة في المحافظة والاجهزة الامنية في المحافظة خطط امنية عملية تكشف قدرة الامن الوطني على ملاحقة الجريمة المنظمة في البلاد تظهر نتائجها من خلال القبض على تجار مخدرات ومتعاطين وسلاح منفلت واتجار بالبشر جهود يثمنها الشارع العراقي لما لها من اهمية قصوى في القضايا على آفة بدأت تحصد ارواح الشباب وتحول العراق الى بلد ترتفع فيه نسب تعاطي المخدرات ترجمة نانسي قنقر